بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله يبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الثاني لمكرر هندسة البرامجيات في الجزء اللي يا جماعة هنتكلم بالتفاصيل أكثر عن مراحل الاختبار قولنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان الاختبار بيتم بثلاث مراحل وهم development or component testing system testing و acceptance في الاخر testing يعني الاول بنختبر components اجزاء الشاشات و اجزاء المكونات رأسال البرنامج جزء جزء بنسمى component testing وبعد كده بنعمل testing لمين للبرنامج كله او نظام كله as a whole و في الاخر بنقول accepted or not accepted هل تحققت المواصفات ام لم تتحقق مش كده؟ طيب نشوف معا بعد مجموعة تفاصيل اكتر بنقول ايه؟ بنقول المراحل دي بتتحدد ازاي يا جماعة؟ ازاي بيتم الاختبار؟ بيقولك وانت اثناء عملية requirements specification تحديد المواصفات والانتقال لمرحلة system specification في الجزء ده جماعة من الممكن ان يحدث test لعملية تكامل ما بين المرحلتين مع بعض بمعنى ايه؟ هل فعلا في الجزء ده تم تحديد المواصفات والمتطلبات تحديد ايه؟ مناسب مثالي زي بالظبط ما محتاج ازان يا جماعة خلي بالكوا بقى في الجزء ده من الممكن يحدث عملية testing لكل من requirements والsystem specification وكأنها ايه؟ عملية testing both of them لكل من هما مع بعض بيسموا المرحلة ده acceptance test plan يعني انت ايه؟ خطتك الاولانية المرحلية الاولانية المرحلة الاولى او الجزء الاول منها هل تحقق ولا لا؟ هدفك في الاول موجود ولا مش موجود طيب وكذلك ما بين system specification و system design بيتم عملية اختبار لعملية التكامل ما بين الاثنين مع بعض هل فعلا الموصفات اللي تم تحديدها تم عمل design لها خلي بقىك من كلمة انا بقوله شوف بقول ايه؟ ربط الكلمتين مع بعض هل ال specification او الموصفات اللي تم تحديدها في هذه المرحلة هل فعلا تم عمل design لها وتصميم حقيق ووقع لها ولا التصميم كان مختلف عن ال specification العملية دي بتتم فين يا جماعة في system integration test تيست بلان طيب بعد كده بقى هل system design معايا؟ هل بالفعل ادى الى design detailed ومفصل ومثالي؟ معايا يا جماعة؟ اللي عملية دي بتتم اختبارها بفين؟ في subsystem integration test plan اذا يا جماعة التست بلان بتاعتك او التستنج بيانقسم الى عدد من الخطط وكل خطة مع بعضها ايه؟ بتدمج مرحلتين مع بعض يعني requirement specification و system specification عندهم خطة اسمها acceptance test plan بعد كده اختبار وبيبقى خطة اسمها system integration test plan طيب system design و detail design بيعملوا مع بعض خطة ايه؟ ايه ايه اختبار بيسموها subsystem integration test plan في الاخرى جماعة يبقى انت عملت التست البرنامج as a whole اللي بنسميه module او unit code test يعني ايه بقى؟ بختبر الموديول او الجزء من هذا البرنامج او البرنامج اختبار كلي وكذلك بختبر الكود بتاعه جميل بعد كده بقى جماعة يعني خلاص هل تم الكبول ولا لا؟ يعني فعلا لو فيه subsystem integration test تم والsystem integration test اوكي والacceptance test برضو اوكي كل ده في الاخر بيؤدي ايه بعد كده جماعة؟ للخدمة خلاص ان الخدمة تمت تم عملية الاختبار بسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته